الشيخ بحجة الله يرحمه يقول لي احد الخطباء الايرانيين يقول له مولانا انا ما اقرأ في شهر رمضان في النهار قال ليش قال اقاف اقول قال الامام من مفطرات الكذب على الله ورسوله والامام المعصوم اخاف يختلف صومي قال لي شيخ بحجة من يتقل لا لا يكذب لا نهارا ولا لينا يعني بس خرب صومك خلاسة فاحنا بحاجة الى ان الخطاب انجرد من الخرافيات على اساس لا نسيء لدينا اذا اعزائي انا القيت الحجة عليكم وعلى من يستمع هذا الحديث لعل اول من يخصمناهم لا ائمة يوم القيامة عندما نصعد المنبر ونقول قال الصادق بضرس قاطع يقول من اين قلت هس عوام الناس من اقول عوام الناس مو مقصود من فرعين لا هو من المعممين من عوام الناس مسكنا لا يعرف الموازين اما العالم في الحوزة العلمية وهو يرتقي المنبر اذا قال الصادق قال الباقر قال الرضا قال الجواد ووقف امامه اصلا قال الامام الحسين فعلوا بالامام الحسين كذا وقال الامام الحسين كذا وفعل كذا وسار كذا هذين تنقلوها على المنابر او ما تنقلوها فلو صار الامام الحسين امامك يوم القيامة قال من اين قلت اني قلت كذا ماذا تجيب بعض اهل الاحتياط قال لي سيدنا اذا قل لا تصعد المنبر قلت لا اصعد المنبر ولكن ضمن الموازين المعتبران